موسيقى كوسر حكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين يقولون أن الدولار متوفر بأسوأ ومتوفر بالبنوكة وسعر الصرف حددوا مصرف لبنان ولكن بالمقابل فيه تشدد من المصارف وما نلاقي فيه سيولة بين إيدان العالم شو المشكلة تحديدا؟ صحيح هو المشكلة منها يعني فيه عدة عدة عناصر أو عدة أزمات متلاحقة وقدت لهذا الوضع يعني منه جديد وإله فترة كتير طويلة ومن بيناتهم فينا نعدد كذا سبب أنه الدولارات يلي عم بتفوت على البلد كتير أقل من يلي عم تطلع من البلد يعني هكي عم منقولها بشكل مبسط عنا العجز بالميزان التجاري ميزان المدفوعات بعجز في عنا التحويلات كانت تجي فيه نوع من ما بقى عم بتزيد مثلا الاستثمارات الأجنبية زيرو ما عم يجي شي النمول الاقتصادي زيرو إذا مش أقل فنشاط الاقتصادي ماشي قدعات كلها الانتاجية تراجعت فيه عندي كذا سبب يعني وفيه كمانا صار فيه نوع من استغلال البعض استغلوا هيدا الوضع فيه بانيك بالبلد ما فينا ننكر يعني فيه فيه الناس خايفة الناس شو ما تقلي لما عم تطمن يعني أكتر التصريحات كلها عم بتقول حكي مصرف لبنان الجمعية المصاريف بتقلك انه ما فيه انهيار فيه صعوبة ايه نحنا عايشين بوضع اقتصادي كتير صعب بس ما فيه انهيار مش لدرجة انه خلاص الليرة راحت يعني لا مش اليونان بوقت انه اكيد نحنا لازم مش معناتها انه نتطمن فيه كتير اشياء بنا نعملها واصلاحات ناخدها بس كل تأخير عمين عكس سلبا بس الناس وصلوا لمرحلة ما عندنوا ثقة ما عندنوا ثقة نهائيا وقلت الثقة هي اللي بتعمل هيدا الشي كله صار فيه تهافت صاروا الناس يا بدنا نحول للدولار يا بدنا نسحب مصرياتنا بقروليك فيه مليارين او اكتر يعني بالبيوت يعني هيدي ظاهرة ما كانت بحياتا يعني بحياتهم الناس ما كانوا يضبوا ببيتهم ببيتهم مصري بس قد ما فيه قلق قد ما فيه سترس عند الناس عم بيخافوا من بكرة عم بيخافوا شو بده يصير قال لك أنا لا بد يحب المصري بحطوا ببيت المصري فهيدا شي ظاهرة يعني ما نهاينة يعني بشعة يعني 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 كوسر بتقولي انه العالم الطلب على الدولار هو يلي ادى لهالأزمة كمان؟ طبعا طبعا اكيد هو يعني كل واحد فينا هذا اللي بدي اقوله انا كل واحد فينا هو مسؤول اذا كان بده يساهم بزيادة الازمة او بتخفيف من الازمة يعني اذا كل واحد بدي اقول انه انا معي مليون ليرة بدي روح اصرفهم دولار يعني انا عم ساهم بالازمة اعرفت بس اذا قلت لا ما بدي اعمل هالخوف كله وهيدا ما بكون عم ساهم بكون عم خفف مننا فهيدا الطلب الزايد والاستغلال في بعض الصرافين صاروا يستغلوا صاروا يعالوا السعر اكتر من الازمة وصلنا للازمة تمانا صح في ناس صاروا يروحوا على الاتم يعني نحنا عم فيه خدمة انه بتحولي من الدولار للليبناني صاروا يحاولوا مصرياتهم يرجعوا يربحوا فيهم يخدوهم على الصراف يربحوا يعملوا ارباح يعني ما فكروا بتداعيات هذا الموضوع في عنا كتير اسباب في عنا مثلا بال2017 الموازنة في 2017 عملوا كتير درائب أرهاكوا الناس فيها القطاع الخاص ما بقى عم يقدر يتحمل طلعت صرخته مش من زمان يعني عملوا مثل شي احتجاجي وقفة احتجاجية لانه ما بقدر يتحمل يعني درائب وزيادة حتى الاعباء زادوها على المصارف على ارباح المصارف وبعدهم عم يحكوا عن درائب هلأ بالوزنة اليوم اليوم الصبح عشرين عشرين بعدهم عم يحكوا عن درائب يعني اليوم الصبح اتفاجأت انه مجلس وزراء مجتمعا قبل انه ينحط 0.20 سنت على ما اظن على الكل واتساب كل يعني 6 دولار بالشهر يعني ما عم بفهم انا ليه هل اتعب بصير فيه بعض درائب ونفعات صديدة مع انه يعني اكبر غلط انك تحطي درائب بهيك وضع اقتصاد بطيق متباطئ بيسموه بالتعبير المزوطة الاقتصاد متباطئ ما فيك تحطي درائب يعني هيدا برانسيب بالاقتصاد صحيح ما فينا نعمله يعني كمسر كمان سمعنا كتير انه المصارف الصرافين عم بيقولوا هيدا عرضوا طلب يعني ما بقى عرفنا اذا مصرف لبنان عليه سلطة على الصرافين ولا مين السلطة على الصرافين يعني عم بيتلاعبوا هالقد شي منشوف 2006 شي منشوف 2008 نعم هلا فيه حيقة الرقابة على المصارف هي مسؤولة عنهم في تعمل كنترول عليهم للصرافين بس الصرافين ايه عم يتلاعبوا بالموضوع بس انا هون اللي بدي وضحه للناس انه حتى ما كتير يخافوا كل هيدا القصة اللي عم بتصير بين الصرافين ما بتشكل يعني ما بتتطلع 2% من حجم التداول بالبلد يعني اذا بديك تقرنيهم مع تداول بين لبنوكة وبين التحويلات التانية ماشي 2% من حجم التداول من الكتلة القليلة نسبة قليلة نسبة قليلة يعني ما بتخوف بس وحتى ما عندهم اني حسابات بالمصارف مثل ما عم بقولوا الصرافين فمن وين عم يجيبوا ما حدا بيعرف صح عرفت فيه شي فيه ناس بيقولك عم يهربوا لسوريا فيه كمانا سبب كتير مهم انه الشراء المحروقات كهرباء لبنان كتير زاد يعني هايدي السنة كتير زايد عن هايديك السنة وما فيه اسباب بتبرر اللي عم بيزيد يعني فيه point of interrogation وفيه استفهام يعني فيه ناس بيقولوا لك فيه خابير اقتصادي مبارح بيقولك انه يمكن يكون عم يجيبون ويرجعوا يعني يرجعوا يوردون عم ترحتاني يعني عملية تهريب او شراء وبيع غير شهية وهذا والدوري عم تشتريهم بالعملة الصعبة عم تشتريهم بالدولار يعني نحنا كتير عم ندفع دولار وما عم يجينا عم قبيلهم وزاد الطلب بهذا الحجم الكبير يعني مش متوقع فهذا زاد الطيم بلي متل ما بيقولوا طب على كيفة القصعدة كوصر عم بصير فيه الخبز الدولار المحروقات يعني شفنا جمعة الماضي صار فيه بانيك على المطاحن يعني مش عارفين بقى على اي اتجاه بدنا نرسي يعني طب انت بالنسبة لقلك كيف فينا نعمل لنوقف هالبانيك عند العالم ونجلس شوي الوضع اللي نفس إذا فينا نقول عند الموازن الحكومة هون دور الحكومة هلا مشاني عم يرسوا موازنة 2020 صح بدون يعملوا إجراءات عم يحكي عن إصلاحات ناس مختلفين أنه منحطها بقلب الموازنة أو منحطها بالفزلكة الموازنة أو منحطها يعني ملحق للموازنة مش مهم مهم تعملوا شي يتخلوا ناس يحسوا أنه في سئة بهالدولة بلا شو يحكوا الناس أنه خسرنا سادر ما خسرنا سادر بس أنه بعضه ماشي سادر آه بعضه ماشي بس مش معناتها أنه نرتاح عوضعنا يعني بعد لحديثها لأ ليش الناس ما عم توسق بالدولة لأنه ما في شي إصلاحي عمل حلق لو عملتونا خطوة 2-3 إصلاحي حسستونا أنه اخت الكهرباء زبطت تصار تجي أكتر من الأول أو أو في شي شغلي سكرتولنا المعابر الغار الشرعية هاي شو بدأ بدأ أرار سياسة فعملوا كم شغلة إصلاحية حتى الناس تبلش تحس أنه فيهم يتطمنوا بس ما في ما في يعني وأكبر مثال الكتاستروف اللي صارت الحراية نعم فضحت 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 كل التقصير والناس ما عم توسق لهك ولا هك ما عم توسق يعني يعني خاصته شوية من الموزنة لو ما دفاع المدني والأياد البيضة يعني المجتمع المدني يمكن كنا بعدنا لهلأ منشهد الحراية مضبوط نحنا أنا دايما بقولها بالمقابلات نحنا دايما عنا ردة فاعل على الأشياء اللي بتصير ولا مرة عنا شي وقائي استباقي في شي اسمه استباقي أنه كل الناس بتكون أوكي الحراية بتصير بكل العالم وكتير بتعمل أضرار بس كل العالم بتكون مستعدتلة تكون عندها شي تواجه هنا ما عنا شي ننظر بس تصير بل شو أنه يقولوا شو بدنا نعمل لنرجع نزرع شو بدنا نعمل لنصلي لا مش هيك بتصير الأمور يعني لازم يكون عندنا هادي إدارة الكوارس تكون مستعدة لهذا الموضوع يشيلوا باجت خصوصي من الموازنة لإدارة الكوارس ما فيها نصت الشريعة بالأوبار عرفت لا إدارة الكوارس إنه فيه يمكن يصير لسبح حلز هزات يمكن يصير فيضانات هلأ فيه بلدين بيصير فيضانات نحنا ما بيصير بس هلأ ليك الحرية نحنا ما كانت تتصير صارت تتصير عم شوف إشيا ما كنا نشهدها من أمور ليس سنت الماضي غرقنا 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 صاروا بش خطير على أوتستراد دبي عم بيمشوا العالم يعني كمان فيه بهدلي للعالم فيه بهدلي على الآخر وهلأ عمل شي حدا خطة استباقية للشتة ما بعدي ما بعدي يعني مفروض نحنا نحط خطة طويلة الأمد إذا ما بتكون تعاملوا خطة هلأ فيه شيء اسمه متوسطة الأمد طويلة الأمد لعشر سنين فيه ناس بيعانوا لعشر سنين خطة عملوا لخمس سنين خطة وشتغلوا عليها إنه هيك لازم يعاملوا مش إنه ننطر لتوقع على القصة ونقعد نقول كيف بدنا نصلي حيث بدنا ندعط للناس كوسر السلسلة الرتب والرواتب أهلكت إذا بديك الكتاع الخاص كمان ويعني زادت اللعبق على الدولة بتظن إنه من وقتها بلشت المشكلة مع السلسلة الرتب والرواتب أي كتير هي أثرت وبعدهم اللي هلأ بيستشهدوا فيها وبيقولوا إنه هادي كانت قرار كتير خاطئ لأنها أجرت بشكل غير مدروس وما كانوا عارفين رح نوصل لهون مش عارفين إنه هالأد بدوا يطلع السعوم البن تفعه على سلسلة الرتب والرواتب وعملت فيه جويبا الكتاع العام والكتاع الخاص وأرهقت الكتاع الخاص يعني تدخم الكتاع العام وصار عنا اللي عم ندفعهم مهنة مش بس ع سنة عم ندفعهم عم ندفعهم يعني عندك التعويدات كله بتويلحق تراكم فكتير كتير أثرت هاي دي القصة يعني سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي نحن بالاقتصاد في عنا ثلاثة في عنا الوضع النقد في عنا الوضع المالية العامة وفي عندنا الاقتصادية اللي هو النشاط الاقتصادي ثلاثتهم بأسروا على بعض هلأ اللي عم بيصير أنه المالية العامة والنشاط الاقتصادي اللي معدوم بأسروا على النقد فمصري في لبنان عم يقدر يدخل لأنه نحن عمنا الدولارات 75% الاقتصاد دولار في لبنان ومصري في لبنان عم يدال يقدر يدخل لأنه في عندنا نقد بالعملة الأجنبية وعندنا دهب وعندنا ما في شي ما في خوف يعني حتى لو 80% من النار في احتياط قادر مصرف البنان يدخل بس ما فينا نرهق مصرف لبنان ودجا طلع بقرارات كتير مهمة وساعد فيها ومش دوره يعني وقت اللي عمل هذا التعميم كرمال الأمح وكرمال المحروقات وشو اسمه مش دوره لمصرف لبنان والسياسات حكومية لاتم تكون عم يعمل شغل مش شغله وما في ضل انه تحت هذا الضغط انه عطول عطول هو اللي بده يدخل عرفته بالسوق لا لازم ينعمل شي الحكومي بده تقوم بدوره كمان الصرخة طالعة بموضوع انه ان كان المحروقات او الخبز او حتى التلفونات الكروتز التشريج عم بيشتروا بالدولار ولكن عم بيسعروا باللبنان طب بتصير تقولي كوصر انه نحنا عملتنا اللبنانية يعني ليش ما بديوا يسعر هالباقع باللبنان بس بذات الوقت هالبيقبلوا اللي عم نشتري منهم انه نحنا نشتري بالليرة اللبنانية معم يقبلوا مع انه هاي مخالفة وفي كذا وزارة الاقتصاد عملت محاضر ضبط بكتير ناس لانه مش حاطين باللبناني للتسعيرة بس بيرجعب تحكي مع وزير الاتصاليات بيقلك فيه مرسوم انه يقبضوا بالدولار طب هادا المرسومين عملوا مش دولة فيكن تغيروا وتعملوا انه لا لازم يقبضوا باللبناني الكروتز التشريج عم تنعمل باللبنان لاي بنا ندفع بالدولار مثلا ايه هي مش عم نستوردها كروتز التشريج مش عم نستوردها كروتز التشريج تقريبا المهلة الاساسية اللي هي خمستعش ايه اناولا توكار ايه خمستعش عشرة اناولا توكار اه يعني هاو دي اشي بسيطة بس بتعمل فرق اذا اخدنا خطوات صغيرة بالاصلاح بتعمل فرق ببين فرق للأسف كنا كتير متكلين على موضوع النفط والغاز ما بدي خيب الأمال بس حتى الشركة اللي عم تنقب عن النفط هاديك اليوم قالت انه انه احتمال نلاقي غاز ونفط بلبنان خمسة عشرين بالمية مش اكتر مش اكتر يعني حتى وعلى مدى بعيد اكيد مش اليوم يعني ما فينا بكرة انه نستفيد من الغاز اللي بدو يطلع فهيدا شي بعيد المدى من هون الحكومة اذا ما عملت كذا قرارات وكذا اجراءات تحسس الناس شوي بالثقة ترجع ندفت تعمل حوافز حتى الناس تجي الاسمارات على لبنان هيدا كتير مهم لحتى نستفيد من سادر اذا ما قدرنا نستفيد من سادر هلأ هني عطينا يمكن مهلة معنات عطينا مهلة سماح شوي اي شي ميت يوم نعم تقريبا فاذا قدرنا خلال هاي الفترة عملنا شي اسبطنا للخارج والداخل انه فيهون يوسقوا فينا فينا نطلع من الازمة عرفتك هي بدل ثقة هيدا عامل الثقة هيدا عامل الثقة لا مازال المواطن ما عنده ثقة كيف المستثمر البرة بدو يكون عنده ثقة فهيدا اذا قدرنا يعني خطوات بسيطة نعملها نحسس انه لا فيكن توسقوا فيكن تعملوا مشاريع بلبنان في شي ضمانات تنقول هيدا هيدا فيه اشياء صغيرة فينا نعملها وعملوا ورقة اقتصادية ببعض دهم يعني مش نقصنا لا اقتراحات ولا كلهم موجودين كلهم بالجوارية كلهم موجودين بس بدنا انه نقرر نعملون بدنا نقرر سياسة هيدا بكل شي يعني اذا عملنا انا بقول اشياء كتير صغيرة يفرجوا الناس انه هني عسعيد الاستثمار عسعيد الكهرباء عسعيد تنقول تسكير المعابر غير الشرعية هيدا اهم مشي هودا اذا عملون اي منعطي اشارة ايجابية لبرا ويمكن نبلش نستفيد من سادر بس يبلش ومشاريع سادر بتتحرك العجيال ببينفس الوضع الاقتصاد شوية ايه اكتير هي المشكلة انه نحن الحكومة بتعرف انه فيه معابر غير شرعية يعني عم تعترف انه فيه بس ما عم نقدر نحل المشكلة يعني هاي بولا دولة يمكن بتصير بالعالم انه فيه اعتراف انه فيه معابر غير شرعية مظهوط مظهوط وفيه شي المؤسف هو تقاذف المسئوليات يعني بدل ما نقرر شو بدنا نعمل كلنا سوى نساعد لنطلع من الازمة لا من زد المسئولية عهيلا وعهيلا صحيح فيه وديقة عربية قريبة يعني عم نحكي كان فيه وديعة اماراتية مبعث اذا نفيوها او رجعوا هلا كان فينا في بس انه وعدنا انه بده تصير قريبا بس شو هي ما تحدد بس قديش بتدعم؟ بتدعم ايه اذا حطوا وديعة بمصر في المركزة اذا عملوا استثمارات مثلا اذا فيه عدة اشياء فيهم يعملوها هلأ هني دجا وقتا شالوا الحذر عن الرعاية انه كمان خطوة ايجابية هلأ فيه ناس بيصيروا يقولولك انه لا شو لا كتير بفيد نحنا عنا انه هلأ بتعرفين عشو متكلين على السياحة مفيش تاني يعني انه كتير خطوة ايجابية انه شالوا الحذر عن الرعاية نحنا بس بس السياحة عنا اشطيت شوي يعني النسب اشطيت حسينا انه بزعزع لانه ما فيه خطط بديل كنا من التكليم بس على السواح بس صراحة اكتر شيء كده على السياحة اللي عم يجيب مصاري على البلد هذا هو الماشي يعني كنا عم نعدد الاسباب اللي قدت لهون سبب اساسي وكتير مهم مرة زكرته قابل من وقابل اسابة هي قصة انه كرود الاسكان وقتا وقفت وقف كل شيء معه كتير اثرت سلبا ما فيه شيء هلأ بوادر كوسر عندكم معلومات بلا عم ينحكي انه فيه شيء بس بعد ما بلش عمليا اذا بدك يعني فيه خطط وفيه اشيء وضعت مع مصرف الاسكان مصرف الاسكان او مؤسسة العامة للاسكان الاثنين عندهم بس ما شفنا شيء بعد بوادرهم على الارض ملموس يعني ولكن الفوادع بتكون عالية أعلى من قبل هذه كمان ما بتحفز الشباب اللبناني انه يقترد من الاسكان مظبوط أبدا الفوادع عم تكون عالية صحيح عم نشوف كمان بمنحة تاني انه يعني الغني والفقير عم بيتضرر من هالمشكلة والغني يمكن قابل الفقير لانه عنده وداع كبيرة بالمصرف وكنا قابل لكوسر روح على المصرف انا عند حساب لانه اقترد بالدولار اقدر حط لبناني ويحول لي هلأ ما عم بقدر أبدا عم بيشبرني افتح حساب لبناني مظبوط اللي عنده باللبناني بيسحب لبناني والدولار بالدولار صحيح هون هل بتعتقد انه المصرف لبنان بيهل ازا بديك الريستريكشنز اللي حطن عم بيعمل عملية استباقية للحفاظ على الدولار باللبنان اي اكيد هيدا لحمايتنا مش مش غلط بس على قدية ممكن لبناني يقدر يتحمل هالتدابير هلأ ما لازم تضل على طول هيدا هيدا وضع لازم يكون موقت استثناء اي بس متل ما قلتلك هي قصة ثقة يعني بس يتبلش الثقة يعني المستثمر والمستحرك اللبناني ترجع للثقة كلها بتتراجع هيدا القصص هيدا مخاوف ثلاث رباعة مخاوف اكتر من نحقية نعم صح واللي قالوا انه طلب الدولار اللي زاد الطلب بين ورا خوف المواطن وحتى كمان اذا بتروح بتسأل اصحاب بيبيعوا خزنات بيقولولك انه كمان ارتفعت شراء مزبوط لانا عم بيحطوا بخزنات عم بيحطوا بخزناتهم بالبيت يعني عن جد اللبناني البانيك اللي بيعملها ما بعث انا غير مبررة اذا حاكم مصر في لبنان عم بيطمن انه فيه دولار بركة اذا منقشت الطلب على الدولار ممكن نرجع نشوف دولار احنا لو قررنا انه لا بدنا كل شي نتعامل بالليرة بتغير الوضع يعني نحنا بين بعضنا انه لا بدي استعمل الليرة ما بدي انه خبي الدولار ما تخبي الدولاري خيه حطه صحيح صح هي فيه الا كمان القصة العملة وقتها تقشت بتفيد بشاغلة واحدة بتفيد السياحة يعني اذا بتلاحز بتركيا وقتها تقشت العملة بيروح الناد اكتر بتوفي معهم اكتر يشتروا اشياء اكتر ويصرفوا اكتر صحيح يعني كوسر نحنا رح يكون عندنا وقفة شهرية معي نحكي عن الاقتصاد وعند الاقتصاد المرأة في الاقتصاد كمان بهنا كتير ندوع على هذا الموضوع بدأت تشكرك كتير انتو بتشتغلوا بمجال الاقتصاد تتعبوا اكتر من اي مجال اخر لانه كل يوم في عندكن هزات وازمات صحيح فشكرا للك الاعلامية ورئيسة تحرير موقع الاقتصاد بالنشرة كوسر حنبوري على امل المقابلة الجاية يكون محسن الوضع الاقتصادي لبنان ويكون الحكومة اللبنانية ديركت الوضع قبل عن جد الانهيار الفعلي ان شاء الله مشاهدينا بريك قصير ومن تابع فقراتنا خليكن معنا اشتركوا في القناة